أعلن بنك الائتمان أن أجمالية القروض التي صرفها البنك أونلاين خلال جائحة كوفيد 19 بلغت نحو 90 مليون دينار كويتي وقالت الناطق الرسمي باسم البنك حبار الخشتي قالت أن عدد المواطنين المستفيدين من خدمات البنك الإلكترونية خلال جائحة كورونا بلغ 30 ألف مواطن شملت التقديم على القروض العقارية وقروض المرأة والمحفظة وأضافت الخشتي أن التقديمات شملت أيضا من حظو الإعاقة ودفعات البناء والتوسعة والترميم وشهادات لمن يهمه الأمر وغيرها من الخدمات الإلكترونية